بيكم سنة ربعة ابتدائي في درس جديد من دروس مادة العلوم هنحل إن شاء الله مع بعض تدريبات سلاح التلميذ على الدرس الثاني الفصل الدراسي الأول على قناة العلم والمعرفة السؤال الأول ضع علامة صحة أو علامة خطأ أمام العبارات الأتيف رقم واحد لا تتحول الطاقة من صورة إلى أخرى أقول العبارة إيه؟ خطأ ليه؟ لأن الطاقة ممكن أن تتحول من صورة إلى صورة أخرى السؤال رقم اثنين تختزن الأجسام الساكنة على قمة منحدر طاقة حركة طاقة حركة تدي إيه؟ أقوله العبارة خاطئة ليه؟ لأن طبعا الأجسام الساكنة على قمة المنحدر بتعمل إيه؟ تختزن طاقة وضع وليس طاقة إيه حركة السؤال رقم ثلاثة لا يمكن رؤية الطاقة فعلا صح الكهربائية ولكن يمكن ملاحظة ما تفعله أقوله العبارة إيه؟ العبارة صحيحة السؤال رقم أربعة يمكن إنجاز شغل بدون طاقة أقوله العبارة خاطئة لا يمكن إنجاز شغل بدون إيه؟ طاقة ننتقل السؤال رقم اثنين السؤال رقم اثنين اختر الإجابة الصحيحة رقم واحد إذا تركت كرة تسقط من ارتفاع عالي أي من العبارات الآتية يعبر عن طاقة الكرة بشكل غير صحيح نخلي بيانا من كلمة بشكل غير إيه؟ غير صحيح رقم واحد تمتلك الكرة طاقة حركة أثناء سقوطها؟ طبعا تمتلك الكرة طاقة حركة أثناء سقوطها تمتلك الكرة طاقة وضعت قبل سقوطها؟ أقوله طبعا سؤال رقم دين تسقط الكرة لأسفل بسبب قوة الجاذبية؟ أقوله صح رقم دين الكرة لا تمتلك أي طاقة هي دي اللي تعتبر غير صحيح أقوله رقم دين اللي هي إيه؟ إن الكرة لا تمتلك أي طاقة سؤال رقم اثنين عندما تقوم بدفع السيارة ولا تتحرك السيارة فإنك تبزل شغل ولا لا تبزل شغلا تنقل الطاقة من السيارة إليك ولا تكتسب حرارة طبعا أقوله إيه؟ لا تبزل شغلا ليه لأن السيارة ما تحركتش تمام كده رقم ثلاثة عندما نرمي حجرا في بحيرة تنتقل نقط من الحجر إلى سطح الماء طاقة الوضع ولا قوة الجاذبية يبقى احنا عندنا لما نرمي حجر في بحيرة تنتقل من الحجر إلى سطح الماء قوة السحب طاقة الحركة طبعا أقول له مين رقم دال تنتقل طاقة الحركة من الحجر إلى سطح الماء السؤال رقم أربعة يختزن الكتاب الموضوع على المنددة طاقة وضع ولا صوتية ولا حرارية ولا ضوئية طبعا أقوله طاقة وضع السؤال رقم خمسة أي من الأمثلة الأئتية ليس لديه طاقة حركة ما عندهوش طاقة حركة حطتلك خطه سيارة تسير على الطريق لا طبعا عندها طاقة حركة تفاحة في طبق أقوله هي دي تفاحة في طبق ما عندهاش أي طاقة حركة السؤال رقم تلاتة لاحظ الطفل على الزحلوقة في الشكلين ألف وبئة ده الشكل ألف وده الشكل إيه؟ بئة ثم أكمل الجملة ألأتها رقم واحد يمتلك الطفل في الشكل نقط طاقة وضع مختازنة طبعا في الشكل ده رقم بئة يبقى له رقم بئة رقم اثنين يمتلك الطفل في الشكل نقط طاقة حركة طبعا هنا بيتحرك يبقى له الشكل إيه؟ الشكل ألف الرقم ثلاثة عندما يتزحل الأطفال من أعلى إلى أسفل تتحول طاقة نقط إلى طاقة نقط لما الطفل يتزحل من أعلى إلى أسفل تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة بكده يا حباب قلبي ننتهي من حل تدريبات سلاحة تلميز على الدرس الثاني صفحة 148 بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الجرس لكيس لكم كل جديد وإلى اللقاء